لعب النجم الساحلي التونسي عمر مرعي واحد من النجوم اللي قدر يسجل في مباراته الأخيرة والانتهت لفوز فريق 3-0 كابتن عمر برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي حبيبي عمر عامل ايه؟ تباركي كله تمام؟ حبيبي صاحبي الحمد لله خليك ألف مبروك طبعا على فوز فريقك الأخير في نجم في مباراته الأخيرة اللي انتهت 3-0 وانت احرصت هدف وتعلقته وإحنا هنا مختارينك أن انت نجم الأسبوع في اللعبة المحترفين المصريين فأكيد طبعا يعني عايزين نعرف منك موقف فريقك وإزاي يعني فرصك أو إزاي شايف فرصك اللي جاية مع منتخب مصر في حدث مهم زي كاس العالم في روسيا 2018 والله الحمد لله يعني الحمد لله بعد ماتش التركي والمشاكل العظل فيه كل اللعبة يعني كلنا هنا كنا مزعلمين ومزعقين بس كان نزم بقى نزل للناس ان احنا طبعا يعني ما تأثر نصب المرش وكده والحمد لله ربنا كرمنا كان دال علامة تتاعد حتى في المرش والحمد لله ربنا كرمنا وكتبنا تقاتى صفره والحمد لله ربنا كرمنا وكتبنا للمرش الحمد لله ونقدر المنتخب يعني طبعا يعني حمي كبير يعني حمي كبير الوحيد بموت نفسه بتراها علشان يبطل تابد نفسه من التخبه عندي عشان نظام الديهاز الفني ومعيلي ومساء الله منقدر نامل حاجة ومتبرح الشعب من مصر بإذن الله يعني عمر أكيد متعلق في الدولة التونسي لكن حابب أعرف منك الفرق ما بين الدولة التونسي والدولة المصر من وجهة نظرك كان عيب كوري القدم تراث حربة قوي بسم الله ما شاء الله هداف عمدك أكتر من ميزة لكن أكيد في فرق ما بين الدولة التونسي والدولة المصر حابب أعرف منك لأ بص المشكلة هي قرى واحدة بس يعني إسلوب إسلوب يعني مدرس إسلوب تاني تعرف على القرى دي ده حتى يعني مثلا يعني اللعيبة اللعيبة مثلا يعني 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 العقلية هنا يعني الواحد خات فطرة بصراحة حتى أبلما تأقلم ودخل في الجو وحي لازم تلعب لأجوم طيب يا عمر عايز أألك السؤال معلش مهمة جدا لازم لازم أطعك وسألك أنت قلت كلمة مهمة جدا العقلية مختلفة أو الفكر مختلف عايز أعرف العقلية مختلفة فين بالزبط وأني عقلية يعني أنت قلت العقلية هي المختلفة ما بيني هنا وما بيني هنا أو طريق التفكير عايز أعرف طريق التفكير في إيه بالزبط وإنت شايف أني طريق التفكير هي الأفضل والأحسن لعمر مرعي لأ هو لازم تبقى تبقى مش مش لاحسن لعمر أو لغير عمر أما مش شرط عمر أو فلان أو ده أو ده أو أي لعيب مكاني لازم تأقلم نفسك على حسب المدرسة اللي بتلعب فيها أو حسب الفرعة اللي بتلعب فيها لهم شايفين أن ده ستبقى اللي بي نجاحهم وكده لازم تبقى معهم وماشي معهم ما تفرضش عن النطاق أنت هتعمل واحد من ثلاثة ما ينفعش هعمل واحد من ثلاثة أربعة لا أعمل واحد من ثلاثة لازم تمشي معهم في الأول كده وبعد كده بقى الدنيا تمشي معاك والدنيا تبدأ تزبط بعد كده بقى الدنيا تبقى سهلة شوية يعني عمر مرعي هل النجم السحلي طريقك أو طموحك أن أنت تنتقل لنادي في أوروبا نادي كبير طبعا يليق بإمكانات عمر مرعي يا الله طب إيه يعني طب الله جال يعني أريد أريد إن شاء الله طب يعني يقول لي هل فيه فعلا مفاوضات أو فيه بعض الكلام اللي دار ما بين يا عمر عمر طيب أعتقد أن حصل أطعف فيه الاتصال ما بين عمر مرعي بأشكوره شكرا جزيلا لكن كنا عايزين نعرف بقى المفاوضات اللي تمت أو الكلام زي ما هتكلموا قال إن قريب جدا هيبقى فيه انتقال لعم